السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك يا حبيب قلب ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن حال النهاردة بقى انا بعمل رحية تدين رغيف بقى جامد بالجبنة بقى قلنا بقى الواحد زهق من الطبيق والخضار والرز هنعمل بقى رغيف هايش مالوش حل مكونات بقى رغيف لاش لانا هعمله الجامد ده عبارة عن كبايتين دقيق نص كباية لمن بيضة معلقتين زبدة ورشة ملح ومعلقة سكر صغيرة تمام والحشوة بتاعت الحشوة بتاعت الرغيف ده عبارة عن كزبرة خضرة شوية كزبرة خضرة فسين توم مهروسين ومكس من الجبن مثلا مكعبين جبنة مسلسات على شوية جبنة شيدر يعني اي شوية جبنة عندك كده حطيهم ما بيفرقش يعني وان شاء الله الرغيف ده هيبقى جامد جامد ومالوش حلو كمان اه في فلفل حراء في يعني انا حطيت نص قرن فلفل حراء مع شوية كزبرة خضرة مع فسين التوم مع شوية جبن كده والرغيف ده مودة السوى بتاعته حوالي 6 دقيق بالزبط على نار عالية جدا تسخن الفرن حضرتك كده تسخن الفرن على نار عالية وتروح مدخلة الرغيف العيش ده هيطلع امر 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 كده الرغيف هاش يا جماعة والله ما ليه حل كفاية بس رحته وجماله وطعمه تمام كنت هقول ايه اللهم صلي وسلم عليك سيدنا النبي طبعا انتوا عارفين ان انا مبارح كان الجمعة وانا كنت عند بنتي وطبعا كنت انا عملت بس مباشر مبارح وعدنا نهزر وبتاع والفيديوهات اللي احنا امانناها وكده بنتي بقى وجهة نظرها بتقول لي ايه بتقول لي يا ماما هو انت هو انت يا ماما يعني انت ايه مشكلة ايه دانت لوحدك تعالي يا ماما اقعودي معانا هو احنا يعني هنغلب بلقمتك انا معرفش تفكيرها غريب جدا لقمت ايه هو الانسان بيعيش عشان ياكل بص يا جماعة هو الوهقي انا عن نفس اتكلم عن نفس انا فعلا بتعب بس انا يعني بتعب وانا من جوايا مبسوطة الى حد ما ما ادرش ان انا اقعد وعيش عشان ياكل بس يعني انا اقعد مع بنتي قافي وانا سوفيك كلام ده بس اقعد لا انا اكيد هتخنق وهيجيلك تقاب انتوا عارفين هي لما كات بوالدة يعني طبعا من فترة هي ولدة الولد والبنت طبعا في كل ولدتها ولدتها كانت قيصرية عايز اقول لكم ان انا قعدت معها اسبوعين عايز اقول لكم ان انا كنت حاسة ان انا ميتة ايه والله العظيم تلاتة كنت حاسة ان انا قعدة تحت الارض ليه لاني كنت يعني الليل بيجي علي والنهار بيجي علي لا بشوف ليل ولا بشوفش غير الليل انا بشوفش غير العتمة يعني هي حياتها كده حياتها تنام بالنهار وتصحب الليل فلما عادت معها اسبوعين اللي هي كات والدة فيهم انا نفستي كتعبنة جدا وحياة ربنا يمكن انا يعني كنت بكسل لناخس الوشي من قطر الاكتئاب ما كنتش بشوف الشمس فعشان يعني حياة صعبة جدا ايه والواحد او بيشق ويطعب بس الحمد لله الشقة والتعب دي نعمة من عند ربنا ان احنا نشق ونتعب بتكلم بجد ما فيش جماعة احلى من الشقة والتعب مهما ونقعد برضو نقول بنتعب وزهائنا ونفسنا نرتاح والكلام ده كله بس لا ربنا ما يحرم اي حد من شغل يعني يفضل اي بني ادم على وجه الارض يشتغل كده لحد ما يقابل وجه كريم وبصفة خاصة يا رب يا رب افضل طول عمري اشتغل وحس كده ان انا عايشة في الحياة وحس ان انا ليه هدف وحس ان انا بعمل حاجة مفيدة يكون اخر يوم في عمري كده اكون انا بشتغل فيه وربنا يخدني كده وانا بصحتي وانا ماشي وانا راحة وانا جاي لان فعلا ما فيش احسن يا جماعة من الشغل انما هي بتقول لي تعالي يا ماما عودي وحنا يعني هنغلب بقى بلقمتك تعالي يا ماما عودي انت ليه يا ماما تعب نفسك عملا تقولي القناة وتشتغل على القناة وتشتغل وتبهدلي نفسك ده انت يا ماما لقمة لقمة تكفيك ده انت رغيف يا ماما يكفيك وانت مكتر ما بتكلي بس لأ طبعا ده هي كلامها هي واحدة في البيباي يعني دي حاجة الحاجة التانية عايزة اقول لكم ان هي تختلف عني خالص اه بنتي مؤدبة ومتربية وكل حاجة واخلاقها كويسة ودمها خفيف لكن عندها مشكلة انها كسولة جدا انتوا كل فين و فين لما بتعمل فيديو بتشوفوها لما بتقول لكم انا فعلا كسولة انت فكروني فعلا هي بنتي كسولة جدا معلش يا ست مؤادم دي الحقيقة وانت دايما بتطلعها تقوليها وانت بتعملي بتعملي روتين ولا ايا حاجة دايما بتقولي انا كسولة بس هي فعلا الحقيقة ان هي مش شبهي خالص انا الحمد لله طول عمري من وانا صغيرة واخدع الشقة يبدو يا جماعة ان الشقة بيجمد او بيقويل انسان بيخليه دايما ان هو يشتغل ويعني ويجدد ويغير وكده فانا من الحمد لله الحمد لله والشكر لله دي نعمة من عند ربنا شوفوا بقى رغفل هايش الجامد اللي مالوش حل ده والله العظيم يا جماعة جربوا بالخلطة الكزبرة والتم والفلفل الحرق ده هتلاقوا فظيع ورهيب ومش قادر اقول لكم على ريحته وعلى جماله ينهارا بياد ينهارا بياد ينهارا بياد انا كلته هو مولعة كده يعني كلته هو مولعة عايز اقول لكم في منتهى الجمال والحلوة ويعني ما اخدش زي ما بقول لكم كده انا حطيته في الفرن على نار عالية الساعة مثلا اربعة اه و و 13 دقيقة طلعته الساعة اربعة و 18 دقيقة 6 دقيقة لا رغف هايش فظيع عايز اقول لكم على حاجة بقى لما حضرتك طبعا الكلام ده لاي حد مثلا بيشتغل في المطبخ لو حضرتك لو حضرتك ما عندكش حد يساعدك في البيت لو حضرتك وقفة في المطبخ ما تخليش يوم للمطبخ يعني ما تخصيش يوم في المطبخ ان انت تنظفي المطبخ لا طول ما انت حد يعني ما انت وقفة في المطبخ لو في درفة لقتيها او وجهة المطبخ الدرب بتعطي المطبخ مش نظيفة اخسلي وانت مثلا بتطبخي بتحمري بصلايا بتعملي تسبيكة بتعملي سلوء مكارونا بتخسلي شوية موعين اي حاجة فتروحي تخسلي توضبي درج توضبي رف زا ما انتوا شايفين كده انا بخسل هنا يعني وانا بنضف وبخسل معين الواجهة الاسماء الادراج دي هي بيضة ما يبانش فيها بس انا اللي بشوف بشوفها مبقع عليها صلصة عليها زيت فبصب بينها فمش شرط ان انا ممكن كل يوم وانا بعمل اكل ولا بعمل انضف درج انضف درجين اردت بضرفها مش شرط ان انا اخصص يوم يعني مش شرط ان انا اخصص يوم لان انا انضف المطبخ كله فاهميني هيبقى ارهاق على اي حد بيعمل المطبخ كله وفي نفس الوقت هتبص لقى نفسك ان انت مخصصة يوم يعني بتتقليب الدنيا كلها فكل يوم كده وانتو وقفين في المطبخ درفة مش نضيفة اخسليها درجة مش نضيفة اعمليها هيبقى اريح تجي نهاية الاسبوع تلاقي نفسك ان انت المطبخ بتاعك زي الفل ما فيوش اي مشاكل عايزة برضو اسألكم يا حبايب قلبي انتو بتحبوا الروتينيات اللي هي الفلوجات اللي هو بعملها مثلا في الزراعة يعني مثلا انتو حابين ان بتنبسوا مثلا لما انا روح الغيط اعمل اكل هناك او اتلم مع جراني هناك او كده بقول لي برضو في التعليقات ان كنتو بتحبوا الحاجات ديت اعملها لكم انا عن نفسي بستمتع بيها فبس انا برضو بسألكم انتو بتحبوا ايه عشان اعملوا عشان انتو ما تزهقوش من القناة بتاعتي وتفضلوا كده منوريني وبتساعدوني بتعليقاتكم وبتساعدوني بكلامكم الجميل ربنا يخلكوا ليه وما تحرمش منكم طبعا دلوقت المواعين ما بتخلص يعني انا غسلت المواعين لو تلاحظوا ان انا غسلت مواعين مرتين مرتين غسلت مواعين مرة بعد ما عجنت الرغيف العيش ده ومرة تاني غسلت مواعين تاني وانا بنضف المطبخ كده فعايز اقول لكم يعني بنتي مختلفة عني خالص بنتي تعشق حاجة اسمها النوم النوم تعشق النوم كده يعني تحب تقوم النوم تنام ممكن تحب تقوم تاكل وتنام يا دي حياتها وبقى تحكي حواديد بقى حد من جيران هتكلمها يقول لها مش عارفة ايه تخش على الفيسبوك تشوف الحوادث واللي قتل واللي دبح واللي نيل انا على فكرة برضو بعمل زيها بس مش قوي انا مجرد لما اسمع حادثة ولا قصة ولا بتاعي جينك تقيم اتمنى منكم بقى انوا تشارکوا في القناة وتعملوا للفيديو لايك وعشان قناتي تكبر بيكم يا حبايبي قلبي وقلولي برضو تعليقاتكم انتوا بتحبوا ايه عشان انا اعمله ايه الاكل اللي انتوا عايزيني ممكن اعمله او ايه الروتين اللي انتوا عايزيني ممكن اعمله قلولي برضو عشان انا طبعا انا بستفيد من كلامكم وانتوا طبعا لما بتقولولي ممكن تكون حاجة غيبة عني فانتو برضو بتوجهوني تمام يعني اتمنى منكم ان انتو اي حاجة انتو عايزين تقولولي اي تعليق او في حاجة مثلا فيديو مش عجبك قولولي يعني قولولي تعليقاتكم تمام يا حبيب